موسيقى نشرة السادسة عبر شاشة ليبيا لقود الأحرار والبداية بالعنوين القوة الثالثة تؤكد مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة مآخرين إثر تجدد لأشتبكات في أوباري وغرفة عمليات رئاسة الأركان تقول إن مجموعة استهدفت أحياء المدينة بالصواريخ الإغراد والراجمات سلاح الجو تابع لعملية الكرامة يقصف تمركزات لشورى الثوار في سوق الحوت وثوار بنغازي يؤكدون أن قوة حفتر استهدفتهم بقنابل عنخذية في الهواري وزارة الدفاع بحكومة الإنقاذ تأمر بفتح تحقيق عاجل مع أعضاء اللجنة المؤقتة لتيسير تنفيذ التكتبات الأمنية وتباين الأراء حول قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أهلا بكم إلى التفاصيل أكد أمير القوة الثالثة المكلفة بحماية الجنوب جمال التريكي في نشرة سابقة سقوط ثلاثة قتلى وسرح ستة آخرين إثر تجدد الاشتباكات المسلحة بين طرفي النزاع في أباري داعيا الجميع إلى وقف إطلاق النار حتى يتم تنفيذ الاتفاق لم يتمكن بالاتصال مع الأعيان الذين تم الاتفاق معهم حتى يتمكنوا من اطفالنا من فتنة التي استعلت في أباري في الأولى الأخيرة الظروف التي يعانونها أهالي أباري تمكننا بإرسال بعض طائرة الشعاف للمنطقة أباري لتم ترخيل الجرحة حوالي ما يقارب من فتن الجرحة إلى مدينة أرامل في السياق متصل أفاد المتحدث باسم غرفة عمليات رئاسة الأركان باري مجد بوهنة بتجدد الاشتباكات فجر اليوم بشكل عنيف وبالأسلحة المتوسطة والثقيلة بعد محاولة مجموعة وصفها بالخارجة عن القانون الهجوم على مواقع تابعة لغرفة العمليات ووضح بوهنة لقناة ليبيا لكل الأحرار أن هذه الاشتباكات أوقعت ستة جرحة من غرفة العمليات سيتم نقلهم إلى ترابليس مشيرا إلى أن عناصرهم ردت بعنف على هذا الهجوم وأن الاشتباكات لازرت مستمرة وأضف بوهنة أن هذه المجموعة استهدفت بعض أحياء المدينة بصواريخ الإجراد والراجمات من جهته أفاد عضو وفد التفاوض عن التابو محمد صندو بتجدد الاشتباكات المسلحة منذ فجر اليوم في منطقة وسط البلاد بأوباري وأوضح صندو لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الاشتباكات مزارت مستمرة وتجرح حاليا بشكل متقطع ومن بعيد مؤكدا أنها خلفت عددا من القتلى والجرحة وأوضح عضو وفد التفاوض عن التابو محمد صندو أنه جرى استخدام جميع الأسلحة في اجتباكات اليوم بمدينة أوباري مشيرا إلى أن اجتماعا كان مرتقبا مع أعيان التوارق بعد لقائهم بقبيلة الحسون لتنفيذ بونود الاتفاق وتجهيز القوة المحايدة قام مجموعة من المسلحين التوارق وطوات التوارق دعوا الهجوم على موطع الشعبيات بيهم كي لاستعادة من القوة الموجودة من قبارة موجودة في هذا الموطع ومن الأهالي ونتج عنها اجتباك عنيزة استخدام فيه لجميع الأسلحة وعلى دواء تراجع التوارق إلى مواقعهم السابقة والآن اجتباكات متقطعة من بايد وصف ناتق باسم منطقة الشراء الإدارية بالكفر علي يحيى الوضع الإنساني في المنطقة بالمزري وأضاف يحيى لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المنطقة شبه محاصرة لعدم تمكن المواطنين من السفر من المطار خوفا من الخطف مشيرا إلى أن اللجنة التي وقعت الاتفاق بين طرفي النزاع لم تشكل حتى الآن قوة محايدة تمنع حدوث حالة الاختطاف وقال يحيى أن المنطقة تعاني من نقص المواد الأساسية والكتاب المدرسي والطواقم الطبية قال الرئيس المجلس المحلي المهدية بسبها علي القايدي أن المجلس البلدية بالمدينة وأعضاء ومديري مكاتب الشؤون المحلية بالمحلات أوضحوا شروط اختيار بعض الشخصيات من المدينة لتولي مناصب في حكومة الوفاق وضف القايدي أن البيانة يطالب حكومة الوفاق بأن تتم التعيينات من القاعدة بحيث يقدم كل من يرى في نفسه الكفاءة ملفه الشخصي داعيا المرشحة إلى الالتزام بشروط التعيين مضيفا أنه على حكومة الوفاق أن تلتزم بعدم التعامل مع المرشح إلا عبر القنوات الرسمية وبتزكية من المحلة المقيم فيها إلا بنغازي حيث قال المتحدث باسم رئاسة أركان القوات الجوية التابعة لعملية الكرام ناصر الحاسي إن طائراتهم شنت غارات جوية صباح اليوم على تمركزات تابعة لشورى ثوار المدينة في سوق الحوت من جانب آخر أوضح الحاسي عبر صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك أن منع سكان حي الزهور من العودة إلى منازلهم رغم فرض القوات التابعة لعملية الكرامة سيطرتها على المنطقة منذ ستة أشهر يرجع إلى عدم انتهاء عناصر الهندسة العسكرية من تمشيط الحي من الألغام إضافة إلى السقوط المستمر للقذائف على الحي وفق تعبيره في السياق المتصل أكد مصدر من مجلس شورى ثوار بنغازي أن طائرات تابعة لقوات الكرامة استهدفت الخميسة قواتهم بقنابل عنقودية في محور الهواري وأوضح المصدر نفسه لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قواتهم قصفت تمركزات قوات الكرامة في محور جليانة بمدفعية الدبابات والهاوزر مضيفا أن قوات الشورى حققت تقدما في محور الصابري أمس الخميس وذلك بعد اشتباكات جرت عند عمرة صبخة بالمنطقة أعلنت شعبة التوثيق والمعلومات بقسم البحث الجنائي بمدينة بنغازي بدأ تفعيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين مقرات المصارف العاملة بالمدينة وأوضحت الشعبة عبر صفحة الرسمية لقسم البحث أن الخطة تتضمن تعزيز سبل التعاون الكامل مع أعضاء أمن المنشآت من أجل تسهيل مهام حفظ النظام داخل المصارف وخارجها كما تشير الخطة إلى منع دخول الأشخاص المسلحين إلى داخل المصارف والحفاظ على النظام في حالة ازدحام المصارف بالمراجعين مشددا على ضرورة حسن التعامل مع الزبائن والجهات الأمنية وضرورة احترام النظام والقانون إلى سرط حيث أفاد رئيس المجلس المحلي عبد الفتاح السيوي إن مجهولا قام بقنص أحد قيادات ما يعرف بتنظيم الدولة في المدينة وأوضح سيوي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن القيادية السودانية الجنسية المكنة بأبي أنس المهاجر ويعمل فيما يسمى المحكمة الشرعية في مدينة سرط مشيرا إلى أن التنظيم توعد أهالي المدينة بالانتقام بعد عملية القنص وأضف رئيس المجلس المحلي سرط أن ما يعرف بتنظيم الدولة يقوم بتقديم عدة دورات لموظفي شركة الخدمات العامة والشركة العامة للكهرباء والشركة العامة للمياه والصرف الصحي في قاعة سرط الكبرى أشار عميد بلدية سرط مختار المعداني إلى أنه سيشارك في دورة السابعة للمؤتمر الإقليمي لبلدية المتوسط الذي سينعقد في الثامنة عشر والتاسعة عشر من الشهر الجاري في قبرص وأوضح المعداني لقناة ليبيا لكل الأحرار أن بلدية سرط سيشارك للمرة الأولى في هذا المؤتمر وسيقدم وارقة عمل عن ترد الأوضاع الإنسانية والمعيشية في المدينة وأضاف عميد بلدية سرط أن الهدف من المؤتمر الذي تشرف عليه اللجنة الأوروبية للأقليم هو بناء علاقات بين بلدية ضفاف المتوسط وتبادل الخبرات قائلا أن عدة بلدية ليبيا أخرى ستشارك في المؤتمر الإقليمي منها طرابلس مصراتا وسبها وكفرة قال ناطق باسم حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى للحاسي إنه تمت السيطرة على الحريق الناتجي عن الانفجار الذي وقع بخط الأنابيب النفطية جنوب راسلانوف موضحا أن العمل جارل لمعالجة الخلل وأضاف الحاسي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الحريق نشب في الخط الواصل بين حقل البيضة التابع لشركة الخليج وصهاريجي شركة الهروج جنوب راسلانوف منوها إلى أن التحقيق الجارل لمعرفة مسببات الانفجار أمر وزير الدفاع بحكومة الانقاذ الوطني خليفة الغويل المدعي العامة العسكرية بفتح تحقيق عاجل مع أعضاء اللجنة المؤقتة المشكلة من قبل المجلس الرئاسي لتيسير تنفيذ ترتبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي وأشار لغويل في بيان الله إلى أن قرار تشكيل اللجنة يعتبر جريمة طبقا لقانون العقوبات العسكرية وقانون العقوبات العام وأضاف لغويل أن القرار صدر عن جهة غير شرعية حسب تعبيره ومن خارج الدولة الليبية قائلا إن ذلك من شأنه أن يحرض على حمل السلاح والعصيان في صفوف الجيش الليبي حسب نص البيان وقالت حكومة الإنقاذ الوطني في بيان لها إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني غير شرعي لأنهم بثق عن مساودة الاتفاق التي لم توقع بالطريقة القانونية السليمة وحذرت الحكومة في بيان لها كل المنتسبين إلى مؤسسات الجيش الليبي والمؤسسات الأمنية والمدنية من التعامل مع المجلس الرئاسي موضحة أنها ستتخذ كل الإجراءات لحماية المواطنين والممتلكات وحملت حكومة الإنقاذ الوطني الأشخاص الذين يقفون وراء المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني كامل المسؤولية مشيرة إلى أن هذه التصرفات من شأنها إشعال نار الحرب الأهلية حسب البيان وقرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تشكيل لجنة مؤقتة لتطبيق الترتيبات الأبدية الواردة في الاتفاق السياسي تتكون من ثمانية عصر عضوة حكومة الوفاق أشارت أيضا إلى أنه يحضر على كافة الجهات التنفيذية والإدارية العامة بما في ذلك الوزرات والهيئات والمؤسسات اتخاذ أي إجراءات قد تغير في هيكليتها ونظومها التقرير التالي يجمل تفاصيل القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في خطوة أولى للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في اتجاه تنفيذ استحققاته التي نص عليها الاتفاق السياسي أصدر المجلس الأربعاء أولى قراراته الذي تمثلت في تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير تنفيذ الترتيبات الأمنية وفق الاتفاق وبحسب القرار فإن اللجنة المؤلفة من رئيس وسبعة عشر عضوا من ذباط في الجيش والشرطة ومستشار قانوني أسند إليها وضع الترتيبات الأولية لتنفيذ المادة الرابعة والثلاثين التي تنص على حق جميع الليبيين في التنقل بحرية في جميع أرجاء ليبيا وعبر المطارات أو الموانئ أو المنافذ البرية وينص القرار أيضا على توليها وضع الخطط للهياكل والقوى الأمنية لتأمين المدن بدءا من العاصمة طرابلس فضلا عن الموافقة على أسليب العمل وقواعد الاشتباك الخاصة بالجيش والشرطة والتشكيلات المسلحة وإلى جانب ذلك أصدر المجلس الرئاسي قرارا بشأن ضبط مؤقت لسير عمل مؤسسات القطاع العام حضرت بمجابه على كافة الجهات التنفيذية والإدارية العامة بما في ذلك الوزارات والهيئات والمؤسسات اتخاذ أي إجراءات من شأنها التغير في هيكليتها أو ترتيب أي التزامات مالية على الدولة وتأتي هذه القرارات قبل انقضاء المدة المحددة للإعلان عن التشكيلة الوزرية لحكومة الوفاق التي يرى بعض المراقبين أنه الاستحقاق الأهم والأبرز للمجلس الرئاسي فضلا عن تعين من يتقلد المناصب القيادية التي تعتبر شغيرة بحسب ما نص عليه الاتفاق السياسي ويبقى تساءل مطروحا حول إمكانية تنفيذ هذه القرارات وغيرها في ظلم تعيش ليبيا من انقسام سياسي وعسكري وتعدد لبؤر الصراع إلى جانب الانقسام حول اتفاق السخيرات طالب مجلس حكماء وأعيان بلدية الزاوية الغرب المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب بضرورة التعجيل في مشوار التوافق الوطني من أجل بناء دولة الحرية والأمن ودع المجلس في بيان الله الثوارة ومن ساهم بأصحاب الرأي إلى ضرورة التوافق وتأييد حكومة الوفاق الوطني التي حظيت بدعم الأمم المتحدة حتى تستقر ليبيا وضف مجلس حكماء وأعيان بلدية الزاوية الغرب أنه ينحاز إلى مصلحة الوطن مشيرا إلى أن الحكومة التوافقية قد تجنب ليبيا عدة مخاطر على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأمني ورأى المحلل العسكري والسياسي عادل عبد الكاثي أن لجنة المؤقتة لتيسير تنفيذ الترتيبات الأمنية لن تستطيع العمل على الأرض نظرا لتدهور الوضع في ليبيا مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة متكررة وتجهد السيناريو نفسه الذي وقع مع انطلاق عملية الكرامة حسب تعبيره هذه التجاذبات السياسية لأنها طبعا تأثيرها على هذه المؤسسة يكون له تداعيات تلبية في هيكلية العسكرية وفي تدرج في الرتب وفي إطاعة الأوامر أن يتم الزج بالمؤسسة العسكرية أو ما تبقى من المؤسسة العسكرية بعد الانقسام الذي حدث بها بسبب العملية التي هي في شرق ليبيا تصور هذا عمل خاطئ بجميع المقييف ناقش رئيس حكومة الانقاذ الوطني خليفة الغويل خلال استقباله عددا من أعياد المنطقة الشرقية وحكمائها أمس الخميس بدوان رئاسة الوزراء سبل دعم مسار الحوار الليبي الليبي وحسب بلاغ لحكومة الانقاذ فقد اعتبر المشاركون في الاجتماع أن الحوار الليبي الليبي هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الليبية بتوحيد الجهود وترتيب الصفوف بالحوار المباشر داخل أرض الوطن هذا واعتبر الغويل أن مساعي أعياد المنطقة الشرقية وحكمائها وكل الخيرين أمثالهم من باقي المناطق هي توق النجاة للوطن وبناء ليبيا الجديدة على أساس العدل واجرى الاجتماع بحضور النائبين الأول والثاني لرئيس المزراء بحكومة الانقاذ نفى وزير الخارجية لطريبة الجنتلوني أن تكون ليبيا ولاية لما يعرف بتنظيم الدولة معتبرا أن عقامة حكومة وحدة وطنية في ترابلس هي الوسيلة الوحيدة لإرساء الاستقرار في البلاد وفي مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية أوضح الجنتلون الخميس أن غالبية الليبيين تؤيد توافق اصخيرات إلى أنه ما يزال هشا كما أن بعض الأقليات تستمر في معارضتها حسب وصفه واعتبر جنتلوني أن عدد كبير من الدول يعمل من أجل احترام هذه التوافقات مشيرا إلى أن المسار السياسي يحظى بالدعم الدولي وليوجد بديل عنه حسب وصفه أشارت صحيفة ABC الإسبانية إلى أن ما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي دع الشعب الليبي إلى رفض ما سماه الغزوة الإيطالية والإنضمام إليه وقالت صحيفة أن التنظيم أرسلت سجيل فيديو إلى إسبانيا يظهر بل يظهر فيه القيادي أبو بيدا يوسف العنابي وهو يهدد باستعادة مدينتي سبت ومليلة وشن هجمات على واشنطن ويرفض ما سماه الغزوة الإيطالية وأضفت الصحيفة أن العنابي طلب الليبيين برفض إقامة دولة ديمقراطية وصفها بالزائفة قائلا أن ما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يعتبر بعض الدول ومنها ليبيا تحت تأثير أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية نشرطة المتواصلة وفيها بعد الفاصل مسرحية سجادة لفرقة المسرح الوطني مصراتة تفوز بجائزة أفضل إضاءة مسرحية بالنهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشربي القوة الثالثة تؤكد مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين إثر تجدد الاشتباكات في أباري وغرفة عمليات رئاسة الأركان تقول إن مجموعة استهدفت أحياء المدينة بصواريخ الجراد والراجمات سلاح الجو التابع لعملية الكرامة يقصف تمركزات لشور الثوار في سوق الحوت وثوار بنغازي يؤكدون أن قوات حفتر استهدفتهم بقنابل عن حضية في الهواري وزارة الدفاع بحكومة الإنقاذ تأمر بفتح تحقيق عاجل مع أعضاء لجنة المؤقتة لتيسير تنفيذ التنفيذ الأمنية وتباين الأراء حول قرار المدرس الرئاسي لحكومة الوفاق أهلا بكم من جديد أنقذت البحرية الإيطالية 453 مهاجرا غير نظامي قادمين من السواحل الليبية كانوا يبحرون في ظروف سيئة في ثلاثة مراكب مختلفة ومن بيني من تم إنقاذهم 44 قاصرا فيما أكدت السلطات الإيطالية أنهم جميعا بصحة جيدة وتم أمس الخاميس نقل المهاجرين الذين لم تعلن عن جنسياتهم بعد إلى ميناء بجنوب إيطاليا قال رئيس المجلس العسكري وشفان عبد العالي الشيباني إن المجلس كثف من البوابات الأمنية داخل الحدود الإدارية للمنطقة تحسبا لحدوث أي طارئ وأوضح الشيباني لقناة ليبيا لكل الأحرار أن البوابات الأمنية تمتد من الحدود مع الزاوية إلى جنزور وحتى حدودها الجنوبية مضيفا أن هذه الإجراءات تهدف إلى تأمين منطقة وشفانة وتفادي القبض على الهوية وأكد رئيس المجلس العسكري وشفانة أن الطريقة الساحلية مازال مغلقا وأن الزاوية لم تتواصل مع المنطقة بخصوص الموضوع معربا عن أمله في فتح الطريق وجعله تحت إشراف حكومة الوفاق الوطني أعلنت الشركة ليبيا للبلد والاتصالات عودة خدمات الاتصالات والانترنت بالكامل بعد انقطاع دام يومين على المناطق الممتدة من مدينة الأبرغ حتى مساعد وأشارت الشركة عبر موقعها الرسمي إلى أن انقطاع الخدمة جاء نتيجة قيام أحد المواطنين بقطع كابل الألياف البصرية التابع لشركة هاتف ليبيا أثناء قيامه بحفر عشوائي في منطقة تيرت غرب مدينة درنة قال وزير التربية والتعليم بحكومة الانقاذ الوطني خلف الساروي إن الوزارة خاطبت وزارة المالية بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة 300 دينار لكافة العاملين بقطاع التربية والتعليم وأضاف الساروي في تصريحات نشرت على موقع وزارة التربية والتعليم أن وزارة المالية وافقت على صرف الزيادة المقرارة فور اعتماد الميزانية العامة للعام الحالي وأشار الساروي إلى أن الوزارة خاطبت شؤون التربية والتعليم بالمناطق بشأن إعداد الميزانية المقترحة عام 2016 مع ضرورة إضافة بند زيادة 300 دينار للعاملين في التعليم أفاد مصدر إعلامي بمدينة درنة فضل عدم الكشف عن هويته بأن جمعية درنة الخيرية سيرت قافلة لدعم ثوار البيضة وطبرغ المتمركزين بمحور الحيلة في منطقة الفتايح جنوب المدينة وأوضح المصدر أن القافلة ضمت أغذية ومساعدات طبية وأغطية يذكر أن غرفة عمليات الثوار التي تضم ثوارا من مدينتي البيضة وطبرغ تتمركز بمحور الحيلة منذ أشهر لمنع تقدم عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة المتمركزة بمنطقة الفتايح شرفتنا جمعية درنة الخيرية بالزيارة في ميدان الغتال في محور الفتايح في إجابة الفتايح محور الحيلة وكانوا معاهم الأعضاء الجمعية بالكامل من تكاترة ومهندسين وموظفين وأتوا ببعض الامتدات والمعونات والإغاثة ونبقى في درنة حيث أفاد مصدر بلجنة الأزمة بأن المركز الصحي عمر المختار بالساحل الشرقي تسلم محرك لتوليد تيار الكهربائي وتعاني مدينة درنة من انقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي وهو الأمر الذي أثر سلبا على عمل المراكز الصحية بشكل عام بالمدينة تحصلت فرقة المسرح الوطني مصراتة المشاركة بمسرحية سقالة بمهرجان لشرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي على جائزة أفضل إضاءة مسرحية في المهرجان كما تحصل الممثل أنور تير على شهادة تقديرية للتمثيل في مسرحية سقالة وأوضح التير لقناة ليبيا لكل الأحرار أن نصة مسرحية سقالة رشح ضمن أفضل ثلاثة نصوص في التأليف المسرحي مشيرا إلى أنهم تلقوا عروضا من ستة دول لصدافة المسرحية وهي الصربيا، الجزائر والكويت والإمارات بالإضافة إلى تونس والمغرب وأضاف الممثل المسرحي أنور تير في نشرة سابقة أن عرض مسرحية سقالة في مدينة سرم الشيخ نال إعجاب الجمهور ولجنة التحكيم مضيفا أن دعوات خارجية وجهت لهم لعرضها في تونس والمغرب والجزائر والصربيا والإمارات والكويت سقالة بالمعنى المباشر هي أداء للبناء ولكن في مسرحية سقالة هي إفقاط غير مباشر في عملية البناء، بناء الوطن، بناء الإنسان، بناء المجتمع من يصعد ومن يغضط ومن يسقط من فوق الكوميديا سوداء بشكل بسيط جدا جدا وبصراحة أن عرض نال إعجاب الحضور ولجنة التحكيم ببساطته وقبل الختام هذا تذكير بالعنوين القوة الثالثة تؤكد مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين إثر تجدد الاشتباكات في أوباري وغرفة عمليات رئاسة الأركان تقول أن مجموعة استهدفت أحياء المدينة بصواريخ الجراد والراجمات سلاح الجو التابع لعملية الكرامة يقصف تمركزات لشور الثوار في سوق الحوت وثوار بنغازي يؤكدون أن قوة حفتر استهدفتهم بقنابل عنقودية في الهواري وزارة دفاع بحكومة الإنقاذ تأمر بفتح تحقيق عاجل مع أعضاء اللجنة المؤقتة لتيسير تنفيذ الترتيبات الأمنية وتبايد الأراء حول قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ختم النصر دفع في رعاية الله بحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة